دكتور يعني هذا الشيء مطلوب من الكل كاونتينج ومبادئ حسابات وإستثمارات ومش مجال تخصصي مجال تخصصي آدي دكتور سعيد خلفان الظاهري مرحبا بك في بودكاست هوية مرحبا صفية وأنا بسعيد بتواجد اليوم معاش في هذا البودكاست الله يسعدك دكتور إذا أتيحت لك الفرصة جلسة هذه وتقدر تستخدم تقنية الهولوغرام وتقابل شخصية من هي الشخصية اللي راح تستدعيها لهذا اللقاء واو فاجأتيني صفية يعني مباشرة على طول به السؤال بالهولوغرام من الماضي من الحاضر شو ما تبغي والله شو أقول يعني فيه أكثر من شخصية لو يعني تكلمت عن شخصية علمية وكان فيه مجال أن هذه الشخصية تطلع على الهولوغرام وتتحاور معها وتتحاور معها يعني أكيد فيه أسباب أكيد طبعا أول شيء منه الشخصية بتكون بيكون أنشتاين ألبرت أنشتاين ما بغريب على فكرة خيارتك تكتب يعني أنا شخص علمي وأحب العلوم والساينس والتكنولوجيا فألبرت أنشتايني الآن طبعا الذكاء الاصطناعي يابه يعني يابه والهولوغرام والهولوغرام يابه فهذا بيكون أحد الشخصيات بس شو بتسأله يعني سؤال ما أنسأله قبل أكيد فيه شيء في بالك أنت كشخص مهتم بالعلم بالتكنولوجيا بالذكاء الاصطناعي بالنظرية طبعا معروف ألبرت أنشتاين اختراعاته واكتشافاته من نظرية نسبية يعني شغلة في هذا المجال كبير جدا يمكن سؤالي بيكون له سؤال يعني أكثر أكثر شخصي يعني يعني كيف أنا دائما أؤمن بموضوع الوقت وقضية إدارة الوقت مهمة جدا في حياتي كيف استطاع أنشتاين ينظم حياته كيف استطاع أنشتاين يعني يقود الاكتشافات هذه العلمية يعني بدأ لحاله وكان واجه واجه مشاكل واجه صعوبات حتى من الوسط العلمي اللي فيه ما كان معترف فيه صح يعني يمكن هذا الإصرار والشقف والعزيمة اللي كانت عنده اللي فعلا دفعته وحركته كل الظروف اللي كانت يعني اللي واجهها لكن استطاع أن يثبت نفسه واستطاع أنه يعني يغير نقول يغير العالم يغير شكل العالم والله يبدو لي دكتور حتى في خيارات مثل هاي اللي الواحد يحلم فيها واليوم يعني تقنيات الذكاء الاصطناعي تهيئها يعني عما قريب بكل سهولة بالنسبة لنا صحيح يكمن معنى معين وأنت شخص دايما يهتم بالمعنى أكيد المعنى أم الشغف صحيح صحيح أنا أمن بهذا الشيء صفية أن الإنسان يحاول يعيش حياة حياة ذات معنى يعني نقول عنها بالإنجليز Life with a meaning Life يكون لها معنى الحياة هاي ذات معنى الحياة هاي اللي تخليني أنا نش كل يوم الصبح من النوم ويكون عندي حافز أني أنجز حافز أني أعطي حافز أني ألهم حافز أني أساعد هذه الحياة اللي تخلي الإنسان يعني يفكر عن سبب وجوده شو سبب وجوده في الحياة شو الأساسيات المبادئ اللي يبي يعيش عليها في حياته شو الهدف الأسمى اللي عنده اللي يبي يحققه هدف أكبر منه شخصيا هدف أكبر من الأشياء الشخصية أني أنا أبا أكون كذا أبا أكون طبيب أبا أكون مهندس أبا أكون دكتور أبا لا هدف أسمى هدف أعلى هدف يخليه ما يخليه ينام هدف يخليه يفكر دائما في هذا الشي هدف يكون أبعد عنه يسمونه głanges detransformative purpose هدف كبير جدا اللي يحرق هذا الشخص ويخليه ليل النهار يفكر في هذا الهدف بس أنت دكتور قبل سنوات يمكن قبل 20-30 سنة ما كانت عندك نفس الرؤية للحياة صح؟ أكيد كانت عندك أهداف مختلفة هذا ما يعني كلام مهم هذا ما يعني أنه ما نشتغل على أهداف قصيرة أو أهداف في حياة عندما نحققها هذه ضرورية لكن الشيء الكبير الذي يجعلني أعيش سبب وجودي في الحياة أني أغير في العالم أغير في العالم للأفضل وهذا الشيء يمكن أنا دائما أستشهد مقولة سيدي سمو الشيخ صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد يعني رئيس الدولة حفظها الله يقول وكررها كذا مرة وآخر مرة كان في كلمة التي تكلم فيها قبل السابق يقول عايشين نأمن مستقبل الجيل الحاضر والمستقبل فتأمين مستقبل الجيل الحاضر والمستقبل يبالى شغل يبالى فكر مستقبلي يبالى أن نحل التحديات التي يواجهها العالم اليوم من تحدي المناخ من الفقر من عدم المساواة من التحديات التي يواجهها العالم اليوم كيف أستطيع أن أكون جزء من هذه المنظومة اللي ولو بشي بسيط جدا أنه أؤثر في العالم بالإيجابة وأؤثر على الآخرين بس الدكتور يعني هذا الشيء مطلوب من الكل لأن مثلا بيك حد مطلوب من الكل بيقولك أنا بسيط أنا بسيط وأهدافي بسيطة وأبأ من حياتي اليومية وأطمن على عائلتي وبس هل هذا الشيء مطلوب مننا كلنا نفكر بهذه الطريقة سؤال حلو مطلوب من الكل مطلوب مطلوب من اللي من اللي من اللي عنده الاستطاعة العزم ومن اللي عنده القدرة ومن اللي عنده المعرفة والعلم ومن اللي يحب الشيء هذا الله سبحانه وتعالى قال يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما يستوي ضرب الله مثلا يعني يعني رجل يعني يعني كلا على مولاه ورجلا يعني آخر فما يستوي إذا يعني فالإنسان يحاول أنه يعني بالإمكانيات اللي عنده بالقدرات بالمعرفة والعلم لذلك أنا يعني أمن بمبدأ تعلم مدى الحياة هذه حاجة أساسية في حياتي وين سعيد الظاهري كان قبل 20-30 سنة وين سعيد الظاهري اليوم وين سعيد الظاهري بيكون في المستقبل والخيارات اللي اتخذها الدكتور سعيد الظاهري يعني أنت من الناس اللي أسسوا أسره بشكل مبكر جدا نعم صح؟ يعني كم كان عمره؟ عمري 19 سنة 19 سنة نعم يعني أنا أفكر لو أنت كنت من الناس اللي بدوا بتأسيس أسره في الثلاثين مثلا نعم بيكون أكيد لك صراع مختلف صحيح تجربة مختلفة تماما صحيح لكن هل تعتقد أيضا هذه البداية المبكرة في تأسيس أسره كان عمرك 19 سنة في وقتها مع المعطيات البيئة الخيارات اللي كانت متاحة يعني شو كان صراعك صراعك أو شو كانت طبيعة السعي اليومي بالنسبة لك وقتها يعني أنا أقول نحن من جيل الطيبين ولا من جيل الطيبين من جيل الطيبين طبعا يعني في ذاك الوقت يعني يمكن على جيلي أنا كان الزواج المبكر يمكن هذا شيء يعني متعارف عليه وجزء من المجتمع وجزء من المجتمع نحن دايما نعيش في المنظومة هذه يعني نتأثر بثقافتنا نتأثر بالبيئة المحيطة فينا نتأثر بأهلنا بالإنفيرومنت نفسه فصراعات طبعا كان عندي هدف أني أتعلم وأنني أخلص دراستي يعني بعد الثنوية العامة يمكن وخلال المرحلة المبكرة ما كنت ما أقدر أقول يعني ما كنت مجتهد أو ما كنت أدرس كثير يعني أكتفي بالقليل وأي هيت يعني يمكن أكره أني أقول الشي كنت متوسط يعني كنت أفريج بيرسن مع أني الحين ما أحب الكلمة هذه ودائما أقول للناس أن لا تخلي نفسك يعني أمنك أفريج خلك دائما أفضل من الأفريج لكن أدركت أدركت فعلا في الثنوية العامة يعني في المرحلة الآخر سنتين مراحل الثنوية العامة أن لا أنا يعني لازم أتعلم لا أريد أكون أنا كنت أريد أندي حلمي أني أكون مهندس فالهندسة تبقى لها معدل عالي لازم أدرس لازم أشد حيلي وتأثرت كذلك من البيئة اللي حوالي الشباب اللي وياي في المدرسة يعني مش أفضل مني ليش هذا يأخذ الأول وأنا وأنا يعني في الوسط فابتديت فعلا أشد حيلي من الثنوية العامة يبت معدل يعني على شدة حيلي هذي كان 86 في ذاك الوقت يعني يمكن الحين تقارنين معدل 86 فهذاك الوقت على فكرة نفس معدلي في الثنوية دكتور والله لا وحياتي يعني كانت أسهل منك أنا كنت أدبي أكيد أنت كنت علمي أنا كنت علمي نعم نعم درس علمي فدخلت الهندسة كنت مفكر أسافر أمريكا هندسة في أي مجال التخصص الهندسة الكهربائية في جامعة الإمارات كنت معزم أسير أمريكا ومغدم ويتني الحمد لله لبعت من التربية لكن بعدين اخترت الله سبحانه وتعالى وسألت كان التوهي كلية الهندسة متأسسة في جامعة الإمارات في العين رحت واتذكر أقابلت العميد فقال لي يا ابني شوف بتروح أمريكا عندك يعني عندك خيارات بتتعلم يمكن بتكتسب لقاء بتتعود بتعيش على يعني بتعتمد على نفسك إذا تشوف أنت يعني أنت من هالعين والجامعة في العين والكلية في العين تبقى تدرس في العين نحن فاتحين الكلية الحين يديدة وتقدر تستطيع تتعلم وتروح تكمل ماجستير ودكتورة في أمريكا فأنت شو اخترت هذا اللي سويت أني درست في جامعة الإمارات خلصت الحمد لله كلية الهندسة في جامعة الإمارات في السبعة وثمانين تعينت معيد في الجامعة وطلعت كمّل تسافر طبعا قبلها كان يعني في كذا برنامج رحت برنامج الفضاء ويمكننا نتكلم صحيح تطبيق العملي يعني مثلا الهندسة الكهربائية والكمبيوتر والهندسة الميكانيكية لكن وين تطبيقها واخترت مجال يعني لهو الإنسان كيف اليوم يعني مثل البيوميديكال إنجينيرين تخصص الهندسة الطبية اللي درسته أن كيف نقدر نستطيع نستخدم التكنولوجيا ونسخرها في يعني خدمة الإنسان أو في يعني في 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 حل مشاكل للإنسان سوى كان من ناحية إعاقة سوى كان من ناحية سمع سوى كان من ناحية شلل ولذلك نشوف التطورات اللي نشوف اليوم مبنية على الذكاء الصناعي والروبوتات والأشياء فيه اهتمام كبير أن هذا الإنسان اللي ربما في يوم من الأيام يكون مشلول عنده شلل كامل لا يستطيع أن يتحرك هل ممكن التكنولوجيا تساعده أنه يوقف ويمشي ممكن هل ممكن التكنولوجيا هذا الإنسان اللي ما يستطيع يلمس حاجة هل يستطيع بعقله بإشارات مخه يتحكم في البيئة اللي حواليه دبرين كمبيوتر انترفيس هذا الأشياء بتكون موضوع فهذا اللي كان استهواني فعلا وخلاني أدرس هندسة طبية وهذا الشيء كان واضح حتى من مرحلة الماجستير بالنسبة لك دكتور يعني الخبر الصحفي باحث مواطن يبتكر طريقة جديدة لتشخيص السكت القلبية الأكسيميا الأكسيميا من خلال استخدام الشبكات العصبية في هذه الفترة صحيح شو اللي خلاك يعني تاخذ هذا المجال أو هذا الحيز الصغير وتبدأ تبحث فيه وتحاول تبتكر شيء سؤال حلو يعني أنا اليوم قررت بالتغريدة هذه وهذا الكلام كان هذا الكلام قبض 32 سنة فنشوف نحن اليوم العالم يتكلم عن الذكاء الاصطناعي وهذا البز اللي منتشر عن الذكاء الاصطناعي فهذا مش وليدتي يعني لحظة هذا يعني كان وقبلي أنا في ناس كذلك خبراء وعلماء دخلوا في هذا المجال لكن مر نقول نحن مر بفترات نسميها بيات شتوي يعني مرة يطلع ومرة ينزل لميت أفكر في بحث الماجستير شو ممكن يكون بحث الماجستير يعني وحاجة يعني تستهويني وحاجة نقول عليها ترند نزيل وفي نفس الوقت طبعا في التخصص في البيوميديكل فقلت فكرت في هذا الموضوع اللي هو يعني في الوقت هذاك كان ناس تتكلم يعني في الوسط الألمي نتكلم مش في الوسط البزنس ما أحد كان يعرف في البزنس عن ذكاء الاصطناعي كان نسميه كان لها مسميات نظم الخبيرة فازي لوجيك الأنظمة الفازي هذه اللي فيها نوع من الفازينس فعدة سباب خلتني أفكر في الموضوع هذا أول شيء أن تطبيق مجال تطبيقي أنه أوكي كيف ممكن هل ممكن اليوم نتنبأ بالسكتة الغلبية وهذا طبعا مشكلة يواجهها بفئة كثيرة في المجتمع يعني خاصة سواء كان عدنا في الإمارات ولا على مستوى العالم وكبار وصغار اللي موت سنويا بالسكتة الغلبية بالألاف بل يمكن بالملايين فعرضت الفكرة على الأدفايزر مالي قال لي موضوع حلو من وين باتي بالداتا قلت له هاي المشكلة من وين بني بالداتا فبديت شوي أبحث كذا كذا شفت أن قلنا أوكي في مستشفى في نيو إنجلم ميديكال سنتر في بوستن عندهم مجموعة من السنوات الناس اللي يتشتكي صغار كبار من ذبحة صدرية من ألم في الصدر وكذا وتم تشخيصهم فحصلت داتا مجموعة حوالي خمسة آلاف كيس على الوقت هذا يعني مش بيق داتا اللي نحتاجها نحن اليوم حق للديب ليرننج لكن على مستوى في الوقت هذا في البدايات كانت كانت أوكي ففعلا احتجت أني اضطريت أني أطلع من واشنطن أنا كنت أدرس في جورج واشنطن وأروح لبوستن واتفقت مع المستشفى قعدت سبوع خدت الداتا عملت يعني خدت الكلكشن للداتا ورجعت مرة ثانية لواشنطن وبديت أشتغل عليها وحللها والحين طبعا برمجها كيف بنبرمج الشبكات العصبية فبديت فبديت أقرأ أعلم نفسي مجال جديد يعني ما فيه سوفتوير التولز اللي موجودة بسيطة ممثل اليوم أنه فيه عدنة توز ممكن واحد يستخدمها وكذا فاستخدمت طبعا لقات البرمج الموجودة مروفة السي والسي بلس بلس في هذاك الوقت واستخدمت له ما يسمى بألغرثم وخوارزميا نسميها باك بروبوغيشن اللي هي اليوم تقريبا أساس التعلم العميق اللي هو الديب ليرنج والحمد لله يعني كانت تجربة جميلة كانت النتائج اللي حصلت في ذاك الوقت طبعا أذكر أن على جهاز IBM PC80 يشتغل على بروسيسور 286 عندي في البيت يومين 48 ساعة وكانت الشبكة بسيطة يعني نتكلم عن خمسة ليرس الأولية والثانية والثاثة والخامسة فمثل اليوم ماسف ديب ليرنج يعني فخذت 48 ساعة لينما انتهت عملية تدريب يعني ترينينج الكيسز أن تتعلم عليها وتعمل جنرالزيشن وبعدين مسألة الاختبار فهذا كل وقت أقول اليوم يعني هذا الشي لو سويته هذا اليوم ما بيأخذ مني ثواني ثواني حتى على يمكن على الآيفون أو على أي تيلف من ثاني صحيح أحيانا ممكن يكون الإنسان يبي يعني يحقق هدف بس ما يكون الوقت مناسب له أنا أقول يمكن بالنسبة لي نصفية يعني وكثير من الناس يقولون يقولون لي سعيدة ودكتور أنت سابق عصرك أعتقد يمكن أنا يعني سبقت عصري أنا ما أفتق يعني مش الغضية أنا بس فكرة حد يفكر قبل 22 سنة 32 سنة بهاي الطريقة نعم ويخوض التجربة رغم صعوباتها ورغم الندرة في البيانات أعتقد الظروف توفرت لي دراستي في أمريكا ساعدتني رجعت بعدها يمكن أسست أول 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 واحد يأسس الشركة وإماراتية في الإنترنت هالكلام كان في 97 أنا وزميل الدكتور كيف كان الاستقبال في هذه الفترة الفكرة المشروع مثل هذا كان استقبال طبعا العالم كان يتكلم عن الإنترنت من طلعت الإنترنت في 95 وبدأ يطلع البراوزر والويب من نتسكيب إلى موزاييك كان قبل النتسكيب بعدين طلع يعني مايكروسوفت طلع عقب لكن العالم كان يتكلم عن الإنترنت شو هذه الإنترنت فقلنا خلنا نأسسنا الشركة في دبي يعني بالنسبة لي تجربة تجربة أقدر أقول عنها نجاح وفشل ولكن تعلم من الفشل يعني نعم يعني فشلت والفشل كان سببه كان سببه أن المنافسة في السوق هذه كانت بدأت تطلع عالية بدأت تكون في منافسة عندما أسسنا الشركة كان يعني ممكن نحن ببادين لكن بعد نطلع مباشرة كذا شركة ومن مختلف الجنسيات خلينا نقول فبضل بدأت الأسعار يعني تكون كمبتتف لكن مش هذا السبب الرئيسي نعتقد السبب الرئيسي هو عام الوقت ما كان عندي وقت ما كان عندك وقت للمشروع ما كان عندي وقت للبزنس لأنني كنت في وقت أدرس في جامعة الإمارات وحتى الدكتور ريسال بستكي بعد كان زميل يدرس في جامعة الإمارات فكنت تخصص يوم في الأسبوع للسوبرفايز للسوبرفيجن على المشروع ويمكن علاقات اتصالات واشتغلنا الحمد لله بالرغم من هذا اشتغلنا في بداياتنا بشكل جميل مع الدارة الاقتصادية عملنا مهرجان دبي للتسوق أول ويب سايت طلع لمهرجان دبي للتسوق في الـ 97 مايتك عملته نحن عملنا عملنا جائزة القرآن الكريم في 98 طلعنا مع سمو الشيخ أحمد بن سعيد كرمنا أنا والدكتور عيسى البستكي وللآن عندي القصاصات الصحفية من هذه التجربة لكن أقدر أقول أن التجربة علمتني أن اليوم اللي بيشتغل في البزنس وبيكون رايد أعمال يجب أن يكون متفرق لهذه الشغلة ما ينفع أن تعمل بزنس وتقول والله بتتكل على حد حد بيدير للبزنس وانا بشرف عليه لازم أنت تديره بنفسك ويتشرف عليه لازم أنت تديره بنفسك ولازم أنت تكون عليه on top of it نقول عليه طيب شي الآن في طبعا هنا أول شي قبل ما أنتقل للنقطة الثانية اللي لفت نظري الانتقال من ريادة الأعمال إلى القطاع الحكومي نعم صح ما كان العكس نعم صحيح ورجعنا بعد التقاعد رجعنا على بعد التقاعد رجعت مرة ثانية نعم بس أش كثير ريادة الأعمال أضافت لك في القطاع الحكومي كثير طبعا اليوم اللي يشتغل في القطاع الخاص نشوف ونحن شفنا نحن ويمكن شي واضح اللي يبتدي حياته يتأسس في القطاع الخاص ويشتغل يمكن في رياضة الأعمال في ستارتابس ولا في شركات وكذا وينتقل للحكومة هم ما أعتقد أنه بيكون عنده مشكلة أنه يعمل في الحكومة لأن تأسيسه أقول أن إذا كان تأسيسه صحيح في القطاع الخاص ويعني طلع على تجارب ممارسات لأن القطاع الخاص يشتغل من ناحية بروفيت ولوص الحكومة يمكن مش بروفيت ولوص لكن يهمها يهمها الإنتاجية يهمها الكفاءة يهمها تخفيض التكاليف فما عنده مشكلة أنه ينتقل للقطاع الحكومي فأنا كنت هنا وهناك الحمد لله يمكن أنا اللي يمكن ساعدني في حياتي بعد أني طلعت انتدابات كثيرة يعني صحيح بديت في جامعة الإمارات بديت أدرس لكن خلال الفتر هذه العشر سنوات اللي أنا درست فيها في جامعة الإمارات طلعت يمكن ثلاثة أو أربع مرات انتدابات بشكل سنة أو سنتين بديت أشتغل من مشروع الحكومة الإلكترونية أول ما طلع في دبي وعلن أنا يعني الصيدة صعب السمو الشيخ محمد بن راشد بديت أشتغل كمستشار لدائرة السياحة والترويج التجاري في دبي حالي في الحكومة الإلكترونية حوالي سنتين رجعت لجامعة الإمارات طلعت مستشار لجهاز أبوظبي للإستثمار لمدة سنة وجهاز أبوظبي للإستثمار من أفضل أماكن عندنا في إمارة أبوظبي ومستوى دولة الإمارات الواحد يحب يكون فيه فكان فيه تحديات فحاولنا نحلها طلعت مستشار لمشروع بطاقة الهوية الإماراتية عند سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد الله يحفظه قبل لا أتعين مدير عام فهذه صغلت نهاية تجارب أني أكون في الجامعة وأطلع برها وطلع في نفس الوقت بعد قبلها كنت مدير مركز مدير مركز الحاسب الآلي في دائرة الأشغال يعني رحت حق مشكلة الألفية التي هي عام 2000 يعني هذه كانت مشكلة تؤرخ العالم تؤرخ العالم أنه كيف العالم بينتقل من 1999 كذا إلى 2000 شو الأنظمة هل الأنظمة كانت مهيئة أو غير مهيئة طبعا كانت المسألة مضخمة ومكبرة لكن فعلا كانت في تحديات طبعا في الأنظمة القديمة اللي هي لما تحول تجلب على الألفين يعني الـ data bases والأشياء هذه بحاجة إلى تعديل فاشتغلت سنتين تقريبا في دائرة الأشغال على هذا المشروع والحمد لله نجحنا نحل فيعني هذا الخليط بين الاجتماع بين الأكاديمية الحياة الأكاديمية بين النظري بين التطبيقي والمجالات المختلفة أيضا يعني أنت ما ركزت بس على مجال واحد وأنت كسرت شيء سائد عرف سائد للأسف للآن أن الواحد إذا بيدخل في مجال خلاص يلصك فيه للأبد يلصك في وظيفته للأبد حتى يتقاعد هذا هو فيها أدفينتشر يعني أنا أحب أني أكتشف شيء جديد يمكن هذا شيء طبيعي فيني كل رح الجهاز أبوظبي الاستثمار والجهاز يشتغل على أكاونتينغ ومبادئ حسابات واستثمارات ومش مجال تخصصي مجال تخصصي آتي لكن استخدام اليوم التكنولوجيا في القطاعات هاي المختلفة هي يمكن الكمانتينغ هي كانت الشيء الوحيد اللي يربط بين كل يعني يربط بين الأشياء اللي أنا رح ترى جميل دائما تكنولوجيا في السياحة تكنولوجيا في الاقتصاد تكنولوجيا في الاستثمار تكنولوجيا في التعليم كذلك حلو يعني معنات دكتور الدرس هني أني أنا آخذ الشيء اللي هو فعلا أساس شغفي وممكن أتبقى في أي مجال أنا أدخل فيه صحيح وأكتسب خبرة من هناك أيضا ولازم تكونين بارعة فيه يعني يوهابت بي قدتت لذلك يعني نشوف نحن هذي العبما واللي اليوم كونه وشركات سواء كان بيل جيتس إيلون ماسك الكبار هذي استثمر وقت كبير جدا في حياتهم علشان أنه يعني تو بيرفكت يعني ذير ذير كرافت نقول عنهم فهذا مطلوب أن يعني العلم مع المعرفة مع التعلم الشيء الجديد لذلك يعني أنا لو وقفت من تخرجت وقلت خلاص العلم اللي اكتسبته هذا هو اللي بيعيشني يمكن ما استطاع سعيد الظاهري اليوم يوصل لهالأشياء اللي حققتها الحمد لله رب العالمين طيب هذه الرغبة في التعلم المستمر واكتسب خبرات مستمرة وخوض مغامرة مدروسة خلينا نقول نعم هل هي مفقودة في جيلنا الجديد؟ أتصور لحق يعني نوعا ما أتصور شو الأسباب؟ اليوم طبعا يصنفون الجيل الجديد بطريقة مختلفة ويقولون أنه ما عنده صبر واستمرارية رغم أنه ذكي صحيح وعنده أدوات العصر صحيح صحيح أنا أقول البيئة والتربية لها دور كبير يمكن نحن عشنا في ظروف شوية كانت صعبة وما عندنا هذه المؤثرات اللي اليوم موجودة السوشال ميديا الانترنت ما كان موجود كان انترنتنا هذا الفيس توفيس كميونيكيشن اللعب مع بعض الوقت اللي نحن نقضي سواء كان مع الأهل مع الأصدقاء نلعب فيه اليوم المشوشات كثيرة صحيح يعني طفل من سبع سنوات ثمان سنوات يبقى تيلفون نزين وإذا ما أعطيته تيلفون يتأثر من البيئة ربعة كيف هذا ربيعي عنده وأنا ما عندي وفيه أشياء مشتتات تشتت الانتباه هذه نقطة النقطة الثانية كذلك دور الأسرة اليوم أنه يعني لازم أخلي الطفل شوية من صغرة أخليه يتعب أخليه ما أعطيه شيء بالسهل يعني أنا أقول لك سعيد أنا أبوي يعني يمكن يعني كان لدور كثير في تشكيل شخصيتي نزين كان يطلب مني أنه أوكي في أوقات اللي أنا فراقي يلا قم سوي الشيء هذا روح روح سوي الشيء وذلك يمكن اعتمد علي من الصغر يعني حتى في إدارة الأشياء اللي كانت عنده يعني بدنا مدرسة تعليم سيارات هذكر نزين فيقول لي روح قعد عندهم من العصر ليه ما يخلصون وحاسبهم وشي اسمه ويعني خلك عليهم فحملك مسؤولية من أنت صغير فحملني مسؤولية من وأنا صغير هل تطبق نفس الأسلوب أو نفس الفلسفة في حياتك اليوم مع الأسرة مع الأبناء؟ أحاول أو تحس أنه في تحديات؟ أحاول بصراحة بصراحة عيالنا اليوم يعني يعني يبالهم ضبط نزين يبالهم ضبط والأسرة اللي تقدر تضبط يعني كيف تتعامل مع عيالها وأولادها وأطفالها تحملهم مسؤولية يمكن أنا عجبتني يعني بصراحة يعني مطعم وحنا أكل فيه في بوبابي يعني صاحبة المطعم وانتوك مريم المنصوري فتقول يعني قاعدنا ندردش معاها يعني إماراتية إماراتية صاحبة مطعم ماشاء الله من مطاعم يعني الحين معروفة في بوبابي فتقول العيال كنا نعطيهم مسؤولية حتى في الشغل البزنس تخليهم تدخلهم تشغلهم وتدخلهم على أساس في بعض القرارات وبعض المهام توزعها على العيال فبالشكل هذا الطفل اليوم يعني نحن ما نعتمد على المدرسة أن المدرسة هي اللي بتخرج الطفل أو المدرسة اللي بتعلم المدرسة بتعلم بتعطيه الأدوات بتعطيه أدوات على 40% 50% دور الأسرة في البيت كبير جدا المجتمع اللي عيش فيه الطفل يعني كذلك يعني له دور ولذلك اليوم منظومة التعلم هذه نحن لازم أن نخلق الإيكو سيستم هذا اللي هو بين المدرسة وبين الوالدين والأسرة في البيت وبين المجتمع جميل طيب قبل ما أنتقل للنقطة الثانية أبقى أتكلم عن فكرة اليوم بعض خياراتك كانت جدا مستقبلية من بينها الفضاء نعم 1988 8 و8 8 و8 شو سبب اختيار الفضاء في هذه الفترة؟ هل كانت فيه مؤشرات توحي أنك أنت ممكن تستفيد من هذا النوع من العلم مستقبلا أو كانت أسباب أخرى هناك كانت طبعا كانت هذه مبادرة طلعت ووصلت للجامعة أنا كنت وقتها معيد متعين في جامعة الإمارات على أساس أني أطلع أكمل ماجستير فذكر سمو الشيخ نهيان بن مبارك الله يحفظه وكان الرئيس لعلى للجامعة وقتها فعرض علي الفكرة قال لي سعيد يتنى دعوة من جامعة الفضاء العالمية بون حدي شارك من دولة الإمارات من الجامعة فشو رأيك؟ فعلى طول ما ترددت قلت لأ طال عمرك أنا جاهز يعني ليش؟ لأن أول شيء كان عندي من ناحية التخصص في الكهرباء والإلكترونيات والكمبيوتر فعندي باكراوند في هذا المجال وكنت خريج هندسة حلو فقبلت المشاركة وفعلا طلعت ومثلت الإمارات كانت تقريبا يعني 27 دولة مشاركة 105 طلاب كنا من دول العالم فيه اثنين من السعودية من السعودية كانوا مشاركين وأنا من الإمارات وقدت يعني وسبحان الله يعني يمكن هذا الشيء ما أنسا وفعلا قصة ملهمة لما رحت هناك أنا لبرنامج الفضاء وكانوا يسألوني يعني عندكم برنامج فضاء في الإمارات عندكم وكالة فضاء يعني كيف يأيي والناس تعرف أنه ما في عندنا شيء ما في شيء عندنا قلت لهم أنا وجودي اليوم هنا وسبب وجودي في هذا البرنامج نطمح أن يكون عندنا وكالة فضاء ونطمح أن يكون عندنا يعني برنامج فضاء حلو وقيادتي من دولة الإمارات من الله يرحمه يعني شيخ زايد طيب الله ترى المؤسس للدولة السموك الشيخ النهيان يعني أنا حطتني في هذا البرنامج عندهم رؤية وعندهم بعد نظر لهذا الموضوع فاست فورورد تمشي الأيام خلصت برنامج الفضاء في 2014 اتصل بالدكتور محمد الحبابي مدير وكالة الإمارات الفضاء ويقول لي دكتور أريدك تكون عضو في اللجنة اللجنة العلمية الدولية لوكالة الإمارات الفضاء فأقول يعني شيء اللي استثمرته ما راح رجعت مرة ثانية وشاركت يمكن في يعني تأسيس الهيئة وكالة الإمارات الفضاء وفي يعني المشورات اللي كنا نقدمها والدراسات اللي ممكن كنا نضلها مع مركز محمد بن راشد في بدايات له تكوين برنامج الفضاء الإماراتي فيعني حاجة ملهمة أنه من يوم في وقت ما عدنا شيء إلى أن نحن اليوم عدنا صبح عدنا رائد فضاء الآن عدنا رائد فضاء بروح ست شهور في محطة الفضاء الدولية في عدنا رائدة فضاء وعندنا وجهات وعندنا برنامج نعم للقمر نعم ورحنا للمريخ في يعني السؤال هنا دكتور كيف أعرف أن هذا هو الوقت الصح أني أنا لازم أستثمر هذا الاستثمار هو الاستثمار الصحيح فعلا لأنه بيكون وقت وجهد ومال وغيره يعني ما هي مجموعة الأسئلة اللي لازم أسألها لنفسي اليوم صحيح قبل لأقدم على خطوة معينة في التعليم ولا في برنامج معين مهم يعني في مؤشرات يعني لا بد الواحد يشوفها والإنسان يعني يعرف نفسه ويعرف إمكانياته يعرف نقاط القوة اللي عنده يعرف فرص التحسين وين ممكن يشتغل على نفسه بالنسبة لقطاع الفضاء قطاع واعد وقطاع صاعد سواء كان في الثمانينات لما يعني قبلها في الستينات لما يعني نزل نيل أرمسترونج وكانوا الثلاثة هذيلا في محطة الفضاء اللي هي برنامج أبولو أوكي وبعدين نزل أني نيل أرمسترونج على القمر وبدأ برامج الفضاء وبدأ يكون المنافسة بين أمريكا وروسيا والعالم إلى طبعا مر يمكن بفترة شوي ركود بسبب الاستثمارات والأمور هذه لكن الآن بدأ هذا القطاع ينشط فهذا قطاع واعد وقطاع نشط والإمارات عندها استراتيجية يعني كبيرة جدا لموضوع اللي هو السبايس كوميرس اللي هو تجارة الفضاء والأمور هذه وفيه فرص كثيرة لمجالات مختلفة وفيه فرص كثيرة يعني الآن نحن نشوف الشباب ما شاء الله والبنات اللي تسابقوا وقدموا على رائد الفضاء أكثر في البرنامج الأولي لما يعني ترشح حزاع وسلطان أكثر من 4000 واحد تقدموا ما شاء الله وعمل تصفيات والمرة الثانية بعد تغريبا يمكن العدد الضعف اللي تقدموا فدائما الإنسان يشوف الإشارات ويشوف الترنز ويقول ذلك نحن يمكن في الاستشراف هذا اللي خلاني يمكن بعد نقلني اللي نقلة ثانية أني أدخل في استشراف المستوبل لأنه يعني نحن اليوم نشوف موجهات نشوف سيغنالز إشارات تغيير إشارات التغيير هذه كيف بتشكل العالم كيف بتأثر علي أنا شخصيا متأثر عليك فرد أيوة بتأثر عليك فرد كيف بتأثر على الحكومة كيف بتأثر على مستقبل قطاع من القطاعات ففعلا يعني هذا اللي خلاني أدخل علشان أني أشوف أنه كيف نحن اليوم نقدر يعني ناخد العلم هذا طبعا أصبح الآن استشراف مش يعني أصبح كعلم أصبح لمنهجيات أصبح لممارسات أصبح لبرامج يعني الآن عندنا في دولة الإمارات برنامج ماجستير في استشراف المستقبل مقدمين في جامعة دبي إن شاء الله نحصل على اعتراف وزارة التعليم العالي في هذا المجال جامعات ثانية بدأت تعطي برامج في الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص فالإنسان دائما يحاق يواقب يعني ويمكن هذا موضوع نحن وله علاقة كبيرة مع الذكاء الاصطناعي اليوم نحن نقول والله الذكاء الاصطناعي بياخذ الوظائف وبيأثرك نعم إذا أنا ظليت على حالي في مكاني وفي مكاني وما سويت شيء وشوف الآلة هذه اللي عندي I will lose my job على فكرة دكتور أنت تعرض وائد نماذج في تويتر عندك عن الأشياء الخرافية للآلات بدأت تسويها في حياة الإنسان تخيلي من كتابه من الذكاء الاصطناعي اليوم يكتب مقالات يمكن صح ماب بيرفكت مية بالمية لكن يساعد ويستخدمها وكالات وكالات الأنباء وغيرها أن يكتب تغارير الذكاء الاصطناعي يعزف موسيق يؤلف موسيقى جديدة تعلم من سمع بتهوفن وسمع موزارت وسمع وبدأ يؤلف مقطوعات موسيقية بدأ يرسم طيب كيف نحن نتوازن الآن يعني كيف نحقق هذه الموازنة والتعادل أو المعادلة ما بين أن الذكاء الاصطناعي مهم وموجود بس في نفس الوقت نحن ما نبغي نختفي أيضا كبشر قيمنا ما نبغي ها تموت وتنتهي مثلا ضروري سؤال سؤال مهم يمكن ما عندي إجابة يعني دايركت له لكن نحن يعني هذه الذكاء الاصطناعي اليوم مثل أي تغنية من التغنيات طبعا تغنية مزعزعة نقول لأن إلها لو اشتغلت صح نقول لأنه هذه اشتغلت صح أحط عليها مئة خط حتى لأن سوريا نقول أنه نشوف ربش في الذكاء الاصطناعي الخوارزميات تخلق فرقة في المجتمع تميز أبيض عن أسود صحيح تميز رجل عن امرأة تقبل هذا لوظيفة وهذه ما تقبلها في حدود أخلاقية يتم تجاوزها مع هذه الاستخدامات نعم طبعا يمكن الرش القولد رش يعني شبه بل شبه مثل حمد ذهب ساحن حمد ذكاء الاصطناعي في أمريكا وبدأ العالم يركض يحفر الأرض يطلع منها ذهب فالعالم متوجه بهذا الشكل لكن الآن نقول بدت شوي الحكومات نقول تضرب بريك شوي وبدأوا الخبراء والمختصين في هذا المجال لا تعالوا يعني إذا نحن مشينا بهذه السرعة وبهذا الطريق نزين بنخلق عالم تتحكم في الخوارزميات ويمكن من غير أخلاق من غير مبادئ من غير من غير صحة ومن غير دقة شو اللي يخلي اليوم حكومة بالكامل في الدنمارك تستطيل بسبب خوارزمية يعني كانت كان فيها يعني تحيز والخوارزمية هذه منعت مئات من المتقدمين للإعانة الاجتماعية للناس اللي تولد لهم أطفال منعتم أنهم يحصلون معونة الاجتماعية يعني تأثير على العدالة الاجتماعية أيضا والإنصاف ولذلك موجود حتى يعني لو وصلنا للمرحلة قوية من الذكاء الاصطناعي يظل موضوع الهيومان ان دا لوب أن الشخص لازم يكون موجود في اللوب هذا يتأكد اليوم يتأكد أن المخرجات صحيحة يتأكد نتأكد أنه في عدالة نتأكد أنه ما في تحيز نتأكد أنه يعني هذا الذكاء الاصطناعي مبني على على مبادئ وأخلاقيات عدم تحيز شفافية ولذلك الموضوع مش بسيط يعني لما نحن نتكلم عن مبادئ هذه الآن كيف نحن نستطيع نعرف أن الخوارزمية أو البلاك بوكس هذا اللي عطى قرار أنه ما في تحيز كيف نعرف أنه شفاف فلذلك نبدأ ندخل داخل الآن حتى في البرمجة الخوارزمية الذكاء الاصطناعي نحط تضمن أن نحقق ترانسبرانسي تضمن أن نحقق عدم التحيز مثل الدستور ينقلنا بسلاسة إلى المستوى القادم من التعامل في هذه الخوارزمية أو هذا الذكاء الاصطناعي أكثر قيمة أنت تحسنها قادة تتسرب من إيدينا خصوصا في هذا الزمن الرقمي تحسنها في خطر لازم ندارك الأمر أعتقد يمكن ما أدري أشوف أكثر قيمة يعني تتسرب من إيدينا في العصر الرقمي المتسارع هذا العلاقة الأسرية أنا أشوف يمكن العلاقة الأسرية العلاقة الأسرية علاقتنا علاقة الأب مع أولاده الأم مع عيالها العلاقة العلاقة الأسرية اليوم العالم يمشي بخطة سريعة جدا وإذا ما يعني هذه جزء من العلاقة الأسرية لكن العلاقة الأسرية ضمن ضمن منظومة اللي هي العلاقات الاجتماعية والفيس توفيس كوميونيكيشن نحن نتحول رقميا نحن كل شيء نسوي عن طريق زوم عن طريق الآن خاصة بعد الكوفيد ناينتين لكن أعتقد العالم بدأ يدرك أن قضية مهمة جدا نحن كائن نحن الإنسان كائن اجتماعي بطبيعته لا يستطيع أن يعزل نفسه لذلك يعني العالم اليوم يتكلم عن ونتكلم طيب كتقنية يمكن جميلة ممكن يكون الاستخدامات يعني فعلا مهمة في التعليم في في التدريب في لكن هل يعني ولذلك يمكن تغرير يعني أقرأ آخر تغرير لما كنزي في هذا الموضوع يقول في 2030 8 سنوات من الحين أن البشر يعني في حياتنا اليومية بنقضي وقت على الميتا يمكن أكثر عن الوقت اللي بنقضيه في ما بيننا أكثر من 12 14 ساعة وكلا فمين يعني طبعا وهو أصلا فعليا أطفالنا بدوا يقضون هالوقت يعني بالساعة أطفالنا بدوا يقضون عليه لكن يعني يقضون يمكن أمام آيباد أمام تلفون لكن أني أنقمس في عالم ثلاثي الأبعاد وركب الهجسة هذه ويعني وأتم فيها الفترة هاي الطويلة ما أشوف يعني ما أدري يمكن يمكن قاعدين نتغير لذلك يعني التغير هذا يمكن نحن يعني شيئنا أم أبينه يعني يعني كيف نحن هذه التقنية سواء كان الميتابيرس أو غيرها كيف فعلا نوجهها التوجيه الصحيح كيف فعلا نستفيد منها لذلك اليوم موضوع التكنولوجي إثيكس من أهم المواضيع اللي الآن العالم يتكلم فيها في الساحة طبعا طلع الإثيكس من الذكال الاصطناعي بدأ الاهتمام فيه أكثر لكن الآن العالم تتكلم عن التكنولوجي لأن نتكلم عن بلوكشين نتكلم عن وشفنا الرموز الغير غابدة للاستبدال بدأت تطلع فيها تفاهات ويعني أوكي بدفع فلوس على رسمة على كرافيكس بدفع عليها مبالغ كبيرة وبترفع قيمتي وبترفع قيمة المنتج هذا وأنا الوحيد اللي في العالم عنده عنده البرودكت الديجيطال أسيت هذا بستطيع بيعه في لحظة يطلع عندي من محفظتي وراح عني وين راحت وياسين نشوف كل يوم هذا الشي يتكرر وكل يوم نشوف الحياة ذات معنى هذا يردنا مرة ثانية لابد أن نحن سوى كانت تكنولوجيا أو سوى كانت أشياء لابد أن يكون لها معنى قيمة شو بتفيد شو بيكون لها دور يس بتخلق إيكو سيستم بتحسن في الاقتصاد بتسهل موضوع الترانزاكشن بتعطي صورة أوضح لليوم أنا أتعلم في الميتافيرس وأقدر أشوف رسمة بثلاثية الأبعاد وأقدر أدخل للقلب وشوف كيف القلب يعمل وصمامات القلب تعمل هذا شي جميل ويعني لذلك تشجيع ال ال الابتكارات أبتكارات تجارب التي هي ذات معنى ابتكارات وتجارب ذات معنى في سياق ما يحدث في الميتافيرس والذكاء الاصطناعي جميل دكتور لمن تقول شكرا اليوم لمن أقول شكرا أقول شكرا طبعا خلي الوالدين والأهل هذا حاجة أساسية طبعا أقول شكرا لقيادتي في دولة الإمارات على رأس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظ وثق فيني في 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 عدة يعني أماكن منها يعني ترأسي لحية الإمارات للهوية قيادتي ما قص قيادتنا ما قصرت معانا يعني بنت نقول استثمارهم الصحيح في الإنسان الإماراتي هذا يمكن كان أهم شيء اللي اليوم عندنا نحن في دولة الإمارات عندنا رائد فضاء عندنا رائدة فضاء عندنا ناس وصلت يعني إلى المواصيل هذه في الذكاء الاصطناعي نحاضر في جامعة أوكسفورد في جامعة كيمبرج في الجامعات العالمية فالاستثمار من من الشيخ زايد الله يرحمه للشيخ خليفة للشيخ يعني أنا محمد بن زايد وشيخ محمد بن راشد يعني إصرارهم على الاستثمار في الإنسان المواطن الإماراتي وبناء الكفاءات وبناء المواهب الإماراتية يمكن هذا نقولهم ألف شكر لأن ما في دولة وصلت مثل الإمارات وقولها وقولها يعني والكل يشوف يعني الحمد لله رب العالمين اليوم نحن في وضع اللهم لك الحمد والشكر نحسد عليه نحسد عليه فعلا نحسد عليه لأن عايشين عايشين في نعيم عايشين في خير لا يمكن أتصور أني يعني أترك الإمارات وروح أعيش في أي مكان ثاني في العالم يعني لأن الحمد لله دولتي موفرت لي مقومات مقومات الحياة الكريمة للعيش واستثمرت فينا وبنت الإنسان المواطن فلابد أن الآن يأتي من دورنا أن نحن نعطي أن نرفع اسم الدولة وعلم الدولة هذا بحيث أن تكون الإمارات على حسب يعني رؤية مئوية الإمارات 2071 أن تكون الدولة الأفضل في العالم بإذن الله النجاح اختيار أم توفيق النجاح اختيار أم توفيق لا النجاح اختيار التوفيق من الله سبحانه وتعالى والإنسان أكيد لابد أن يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكن جزء كبير من النجاح أنا شو أسوي علشان أحقق النجاح وما أختاره يوميا وما أختاره يوميا والأشياء اللي أشتغل عليها عشان أحققها اتخاذ القرارات موهبة أم خبرة الموهبة تلعب دور فيها والخبرة كذلك مهمة الخبرة تسقلها الخبرة تسقلها يعني نتكلم يمكن دايما سؤال أنت نصفية لاحظ تسئلين السؤال هذا بالنسأة هل القائد يعني يولد ولا بالفترة ولا تؤثر فيه البيئة لا القائد القائد تأثر فيه البيئة بشكل كبير جدا يعني لذلك اليوم وجود الإنسان في بيئة يعني أول شيء يعرف نفسه يعرف ذاته يعرف مواطن القوة اللي عنده يعرف نقاط الضعف إذا نقول عنها نقاط ضعف ويحاول يحسن منها ويعرف كيف يعني عنده ذكاء عاطفي أوكي لأنه يعني مهم في القيادة اليوم يعني يمكن أهم من الأشياء التي هي المهارات الأخرى أنه يعرف يتعامل مع الناس يعرف يتعامل مع البشر مع موظفين مع الحرمة مع الريال مع يعني مختلف الفئات اللي عنده فيعرف كيف يقود يعني يعني يعرف كيف يقود يعني تحضرني مقولة لي جاء جاء بير فاك هذا واحد من المستشرفين ومعروف الوسط استشراف المستقبل واشتغل في شل وفي الشركات بترولي واستطاع يتنبأ بالميجر شوكس اللي استوت في العالم يقول اذا 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 انا في المقدمة وقوة قطيع وانا عيون القطيع انا بالنسبة انا اشكل القيون القطيع وشفت شي ما شافها القطيع وما لاحظوه وما خبرت معنا فيقول اذا فيجب ان اسأل اسأل نفسي هل انا في المقدمة اذا انا يالس اشوف وانا قاعد اقود الجماعة هذيلا واشوف اللي امامي وفي نفس الوقت ما حذرت اللي خلفي اذا كان في تحذير في اشارة تحذير او شاف فرصة امامه ما استقلها هو الجماعة اللي عنده فاسأل نفسي هل انا في المقدمة فالقيادة هو يعني اكثر منها يعني بالخبرة والممارسة تتحقق الاجيال القادمة محظوظة ام اقل حظا سؤال مهم سؤال مهم اشوف اقل حظا اقل حظا دكتور اشوف 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 اقل تحدي اقل حظا لان نحن اليوم يعني ياسين نشوف تغير المناخ شو يسوي في العالم وبدت وبدت ظواهرة تطلع عندنا الحين انت وايد مهتم بهالموضوع دكتور بدت يعني الموضوع اللي حدث في الفجيرة الفيضانات والامطار صحيحة دلالات مؤشرات يعني من الله سبحانه وتعالى اكيد ولا نعترض ولكن يعني هذه واحدة من الاشياء الاشارات اللي العالم يحذر يقول مدن بتقرق دول بتختفي اذا العالم ما اجتمع والتحد وقدر يحل المشكلة هذه فهل اجيالنا في المستقبل بيكونون حظهم افضل من اكيد التقنية والتكنولوجيا بتساعدهم في يمكن يعيشون حياة افضل حياة ذات جودة يمكن افضل من الان يمكن نحل مساء الكثيرة يعني العلاج الامراض المستعصية السرطان وغير وغير لكن مع يعني مع التغير المناخي هل بيكون هل نحن يالسين نخلف لهم نخلف لهم ارض احسن عن اللي موجودة حاليا ولا يالسين نزيد من المشكلة ونزيد الطين بله انا اشوف العالم اذا فعلا ما استطاع انه يعني يضبط هذا الموضوع ولا يعني راح يكونون اقل حظة من نترك هاي الجملة الاخيرة في اذهان المستمعين ودكتور سعيد خلفان الظاهري شرفتنا في بودكاست هوية شكرا لك الله يسلمك شرف مشكورة صفية اشتركوا في القناة